اشتركوا في القناة درسنا اليوم بعنوان أحكام النون الساكنة أو التنوين إذن درس تجويد بعنوان أحكام النون الساكنة والتنوين الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم فقال وردت للقرآن ترتيلا فبالتالي لابد أن نقرأ القرآن بترتيلا ونتعلم أحكام التجويد نظرا وقراءة عملية إن شاء الله عز وجل إذن درسنا بعنوان أحكام النون الساكنة والتنوين ماذا سأتعلم من درسي هذا اليوم؟ أن أعرف النون الساكنة والتنوين وأن أعدد أحكام النون الساكنة والتنوين وأن أعرف كل من الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء وأعدد حروفها ثم أذكر أنثلة عن كل حكم تجويد هيا نتذكر لدينا النون والميم المشددتين نون عليها شدة وميم عليها شدة لابد أن تأخذ حقها بالغنى وهي مقدار تقريبا حركاتي مثال إن محمد تمام؟ الكلمات المفتاحية لدرسنا لهذا اليوم النون الساكنة التنوين الإظهار الإخفاء القلب أو الإقلاب والإضغام أولا ما هي النون الساكنة؟ الهدف أن نعرف النون الساكنة النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة والثابت لفظا وخطا في حالتي الوصل والوقف نون خالية من الحركة ليست مفتوحة ليست مضمومة ليست مكسورة ثابت لفظا مثل نقول من؟ نلاحظ النون لفظا موجودة وخطا إذا أردت أن تكتب من؟ ستكتب أيضا نون في حالتي الوصل من؟ وفي حالة الوقف من؟ يعني في الوصل نقول مثلا من أخذ نجد أن النون موجودة وفي الوقف أيضا من النون موجودة إذن النون الخالية من الحركة والثابتة لفظا يعني وخطا وفي حالتي الوصل والوقف أنا ما هو التنوين؟ الهدف أن نعرف التنوين التنوين هو نون ساكنة لغير توكيد نون زائدة لغير توكيد تلحق آخر الاسم لفظا لا خطة يعني إذا أردت أن تكتب معلما لا نكتب نون ألف عليها فتحتان ولذلك في اللفظ ينون ولكن في الكتابة لا تكتب نون تكتب ألف عليها فتحتان ووصلا لا وقفا إذا أردت أن تقول معلما ناجحا نلاحظ أن معلما تلفظ ونكتب ألف عليها فتحتان أما في الوقف نقول معلما تذهب تلك النون الزائدة تمام؟ إذن هذا تعريف النون الساكنة وتعريف التنوين ما هي أحكام النون الساكنة والتنوين؟ الإظهار الإضغام الإقلاب والإخفاء إذن أربعة أحكام للنون الساكنة والتنوين هي الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء أولا الإظهار ما هي حروفه؟ الهدف أن أعرف الإظهار وأعدد حروفه الإظهار لغة هو البيان هو التوضيح البيان والتوضيح والصلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة إخراج كل حرف من مخرجه بغير غنة لازم النون الساكنة والتنوين تخرج من دون أي غنة والحرف الإظهار يخرج أيضا دون أن يسبق بأي غنة إذن لغة البيان الصلاح أن يخرج كل حرف من مخرج الحروف الإظهار مجموعة يعني في كلمة أخي هاك علما حازه غير خاصر بأوائل هذه الكلمات وهي ستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء الأمثلة لو أردنا نأخذ مثالا على الهاء نقول ينهون نتبه إلى النون عليها سكون وبعدها هاء نقول ينه دون أي غنة ينهون من هاد سلام هي تبه إلى التنوين عند الميم سلام هي العين كأيضا مثال أنعمت نون وعين نون ساكن وبعدها عين نقول أنع أنعمت من عمل جنة عالية إذن الإظهار هو أن يأتي نون ساكنة أو تنوين وبعدها أحد حروف الإظهار المجموعة في أوائل الكلمات أخي هاك علما حازه غير خاصر عديل المثال كيف نعلم مثلا كلمة أنهار نون وها نقول أظهرنا النون الساكنة عند الهاء لأن الهاء حرف من حروف الإظهار في كلمة هاك علما تمام هاك فنقول إظهار الأنهار إظهار لماذا نون ساكنة وبعدها هاء والهاء من حروف الإظهار الآن الإضغام ما هي حروفه؟ الهدف أن أعدد أو أعرف الإضغام و أعدد حروفه الإضغام لغة هو الإدخال أو الدمج أو الخلط شرعا أو الصلاحا هو التقاء حرف بحرف متحرك بحيث يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يعني لو التقاء النون الساكنة أو التنوين مع الهاء ندمج النون الساكنة أو التنوين مع الهاء مثال من يعمل تصبح مي تبهوا لو دمجنا النون مع الهاء تصبح مي ونشدد الهاء من جنس الثاني يعني لأننا نقول ميه تمام ندمجها فتصبح من جنس الحرف الثاني فنقول ميه يعمل فميه ونشدد أيضا الحرف حروف الإضغام مجموعة في كلمة يرملون وهي ستة يأرى ميم لام واو نون إلى ستة حروف مجموعة في كلمة يرملون يقسم الإضغام إلى قسمين إضغام بغنى وحروفه ينمو يأنون ميم واو حروفه أربعة إذا نسمي هنا الإضغام بغنى أي لابد عند الدمج والخلط من نطق الغنى مثال عند الياه مثلا يقول إن يقوله بالأصل إن يقول إن يا فلا دمج النون بالليل تصبح إن يقول يومئذ يوفيهم انتبهوا إلى الغنى عندها يومئذ يوفيهم أيضا عند النون والميم مثال لن نؤمن ملكا نقاتل من مثله كتاب مبين إذن نلاحظ هنا النون الساكن أو التنوين وبعدها يا أو نون أو ميم أو واو مثال من ولي ولي و ولي و ننتقل أو ندمج النون الساكن أو الميم أو عفوا نتنوين مع اليا أو النون أو الميم أو الواو إذن هذه أمثلة الإضغام سمهنا إضغام بغنى كيف نعلل نقول يعني جاء نون ساكن وبعدها يا نون ساكن وبعدها يا فيسمى إضغام بغنى الآن إضغام بلا غنى وحروفه حرفين اللام والرى وأمثلته عند اللام نقول مل لدنه هنا بدون غنى دغري ننتقل من النون إلى اللام نقول مل من الميم إلى اللام مل بعد تشديد مل لدنه هدل ونقول هدى لهدل هدل للمتقين أيضا من حروف إضغام بلا غنى الراء نقول مر من ربهم لرأوف لرأوف الرحيم بدون أي غنى شروط الإضغام بقسمين الشرط أن يأتي في كلمتين فلا يأتي الإضغام في كلمة واحدة لا يأتي الإضغام في كلمة أما إذا جاء في كلمة واحدة مثل صنوان نون ساكن ووو لا نقول هنا ينمو مثلا لا نقول هنا إضغام إنما يقول هو إظهار مطلق أو إظهار شاذ تمام إذن أن تكون النون الساكن في كلمة والحرف المضغم في كلمة أخرى مثال من يعمل تصبح من يعمل في كلمتين أما إذا جاء في كلمة واحدة فلا يسمى إضغاما إنما يسمى يظهارا مطلقا تعليل المثال مثال فمن يعمل نقول إضغام بغنى لماذا أضغمنا النون الساكنة في الياء لأن الياء من حروف الإضغام بغنى من كلمة ينمو وما للأبدا إضغام بلا غنى جاء تنوين وبعده حرفه اللام تمام لأن اللام حرفا من حروف الإضغام بلا غنى إذن هكذا نكون يعني قد تعرفنا على تعريف النون الساكنة تعريف التنوين وتحدثنا عن الإضغار لغة واصطلاحا وحروفه وأمثلته كذلك الإضغام لغة واصطلاحا وحروفه وأقسامه وأمثلته